أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد الأول من محرم لعام 1446 للهجرة إجازة رسمية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إلى جميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية بشأن إجازة السنة الهجرية الجديدة ورفعت الوزارة أجمل التهاني وأطيب الأمنيات للقيادة السياسية وكافة أبنى الشعب اليماني بهذه المناسبة الدينية